السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبخ تيما وصفة اليوم ان شاء الله عبارة عن غاتو غلاسي بدون فرن بكيكة المقلات فقط بدون طراب كهربائي وحتى الكريمة سنخدمها فقط بالطراب اليدوي مع السر بش حسطوا على كريمة اللي هي كثيفة بدون جيلاتين وبدون بيض كانتمنى فعلا انكم نجربوا هاد الوصفة لانها كتستحق التجربة مضاقها الديد والتكلفة لها اقتصادية كيف العادة فكنتمنى توصلوا معي الفيديو الاكبر عدد من لايكات قسموه مع معرفكم مع اصدقائكم تبعوه للاخير بس تفضم كل النصائح اللي كنعطيكم خلال الفيديو ايضا نضموا القناة اللي عجبكم محتوى الوصفات اللي كنقدم ونخليكم مع المقادر طريقة تحضر وكنتمنى لكم فرجة ممسعة فكامدوا باسم الله اول حاجة غدي نحتاجوا لها وهي الطبقة دي الكيك نحتاجوا فقط لطبقة واحدة لذلك نقترح لكم كيكة دي المقلات بدون خلاط كهربائي ندير حبة واحدة دي البيض نضيف على ثلاثة المعالق كبار دي السكر الخاشين نضيف عليهم ايضا كيس دي السكر فاني مع قبسة دي الملح ونخدم هذه المكونات جيدا حتى كنا نحس بها دي السنين بس تكدو بليا مع دي البيضة انا استخدمت فقط للطراب اليداوي لان انا بغت هالطورتة هذي تكون مبسطة واي سيدة تقدر تديرها لذلك استخدمت معكم طراب اليداوي الناس اللي عندهم طراب الكهربائي فغدي تخدموها بي يعني لكم الاختيار غدي نخدم البيضة بحاجة جيدا مع السكر في هات الشكل هذا من بعد نضيف عليه الزيت بقياس دائما بالملعقة والمقادير بالقرام بالميليليتر بالقز العنبة تلقاهم مكتوبة اسفل الفيديو في صندوق الوصفة نضيف جوج مع القبار دي الزيت المائدة من بعد نضيف ربعات مع القبار دي الحليب دائما الحليب والبيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة ونخلطهم حتى هم بدورهم مع المكونات السابقة يعني مع الحبة دي البيض ومع السكر سوف نمزجهم جيدا من بعد ما كيمتاز جولية نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق فانا نضرت لشد المعلاق ليهما كبار مع ملعقة كبيرة من الكاكاو المور لانا انا بغيت هاد الطبقة هذي يجي اللون ديالها اسود بالنسبة للناس اللي بغوا الطبقة يجي اللون ديالها عادي فغدي تعودوا هذيك الملعقة كبيرة ديال الكاكاو بالدقيق ودائما الدقيق الى الشو الخليط ديالكم خفيف بزا في عنا الدقيق راه ما كيشربش لكم سوف نضيف ايضا ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات فانا ما درت كيش كامل درت فقط ملعقة صغيرة تكون ممسوحة سوف نضيف هاد المكونات جيدا دائما نضقيق اي حاجة من نواشف قبل ما نضيفوها فكنا نضيفوها باش هكاكا تنتاج ملينا بسهولة وما كتبقاش نامتكتلا في الخالات سوف نضيف ملعقة صغيرة من الخل دائما الخل كيخلي الخميرة كتفاعل لنا خصوصا في هاد الكيكات ديال المقلات اللي كتكون يعني ما طيباش في الفران كيخلي تحافظ على هشاشة دياله غادي نمزج هاد المكونات ما بعد دياله هم حتى كينساج مليا وكنحصل على خالات اللي كيكون نوعا مسائل على هات الشكل هذا يعني كيكون تماما نفحل خالات ديال الكيك من بعد ما كرمزج الخالات كناخد ميقلات اللي تكون غير لاسيقة بالنسبة للميقلات اللي استخدمت فانه هي الميقلات ديال البغرير كنخدم بها هاد التورتات كندهنا جيدا بالزبدة من الجوانب ومن الواسط ونرشفع واحد ملعقة ديال دقيق وحتى هي نضيفها في الوجه ديال الميقلات كامل وحتى الجوانب بالنسبة للقطر ديال فهو 24 سنتيم كنغطيها بحالكة جيدا بالدقيق نتخلص من الفائد ونوزع فيها الخالات ديال الكيك كنوزع على الوجه ديال الميقلات كامل ودائما ندهن حتى الغيطاء اللي نغطيه بها حتى هي منيك تطلع كتلصق لنا في الغيطاء إلا كان ممدهنش جيدا بالزبدة او لا بالزيت على حسب الرغبة نوضع على النار اللي هي مهيلة ودائما نوضعها على النار نديرو لها تحت منها اللي كانت عندنا مثلا هاداك الراس اللي كانت طيب عليها مجهد فقد نديرو لها واحد له هكا الميقلات تقيلة او لاي نوع من الميقلات كان عندكم يكون بحالكة فتح بشي يعني تطيب بشكل مستوي ونخليوها كالطيب على النار اللي هي مهيلة كتنشف لنا من الوجه ديالها كبدا هاداك الغيطاء ديال الميقلات كعرق لنا كنعرفوها لانشفات كننخضو واحد سباتيول كننهزوها من جناب كامل بها الشكل هذا ومن بعد كننحاولو نديروها فوق شي طب صيل باشا كنقلبوها بكل سهولة وما كتكسرش لينا فانا هنا يدرت هاداك القاعد ديال اللي قلب لي كيكون كيت حل ومن بعد كنقلبها في الميقلات ونرجعها غير نشف لي من الوجه تاني جيدا واحد المدة ديالتقيقة حتى الجوش وكننحيي ذا يعني يراها ما تحتش انها تتحمر لانا اللون ديالها بوني كان وضعها جانبا وكان ندوز نوجي طبقة المقرمشة بالنسبة لطبقة المقرمشة فقد ندير فيها ثلاثة المعالق كبار ديال الشوفان معجوز المعالق ديال السكر الخاشين في مقلات مدهونة بالزبدة تكون غير لاسيقة غاد نخدم هادا المكونات حتى كنحصل على هاداك الشوفان كيولي لي علي ضاير به حتى بقديل الكرامل يعني هاداك السكر كيدوب كي تكرامل يزالينو كي يعطينا واحد طبقة ضاير بكل حبة ديال الشوفان بالنسبة للناس اللي بغاو يديروا الفول السكر او اللوز فممكن نديرو انا سبق لي ادارت هلليكم هاداك الشوفان حتى هو المكونات وبساطة ويعني في المتناول ديال جامع فغادي ننخدم هاداك الخاليط هادا جيدا حتى كنحصل عليه بات شكل هاداك يتكاغم يزالية من بعد كنحيدوه ساخل مباشرة فوق ورق الزبدة او لا فوق شي تبصل يكون ديال البداع هاكا وليش تبصل يكون مكل السقش وندهنوه بالزيت عاد باش نديرو علي هاداك الشوفان كراميليه ونحاولوه في مباشرة من نحطوه كنحولوه وننفتوه فيه بشمال عاقة اللي يكون مدهونة بالزيت باش ما يلسقش فيها حيث كتعرفوا الكراميه اللي منك يكون سخون يلسق في اي اداسي لما كانت مدهونة بالزيت نبدأ نفتوه بحالكه ونخليه برد جانبا على ما يبرد ليعاد باش نوجد الطبقة المقرمشة هنا يكندو بوحد الكيميه من الشوكولات 12 حبة ديال الشوكولات غالي نديرها على النار تبرد شوف اني برد ليه كان فتوه باليديل على هاد الشكل هادا باش ما يبقوش عدي فيه شمور صوات هكالي كبار باش في العضة يجيني يعني يمفتت وممكن انكم غير تهرمشوه في الفتحان ديالكم يعني يديروا فتحان غير تهرمشوه كان ندير الشوكولات ونبدأ نخلط الخليط حتى نحصل على خليط ليه يلين بالنسبة لي انا فاني قدرت اخلطتوه مع الشوفان ممكن تكتوفي بيه غير هو يعني يديروا غير هاد البيسكوي مع الشوكولات خلطوهم جيدا وكي يبقى مقرمش للمدرس الشوكولات بحديثها سوف نخلط الخالط جيدا وضعها جانبا سوف نضعها جيدا سيرو للبورسو نغليه على النار نضع الكاك جيدا و يكون خالة دافئ و لا يكون شخون و لا يكون بارد من بعد نأخذ هذه الطبقة المقرمشة سوف نضرب ضغيات مباشرة لأنها في الشوكولات سيبرد و يقصح لنا سوف نضرب ضغيات مباشرة و نضرب طبقة رقيقة و لا نضرب طبقة لها من بعد نأخذها جيدا و نضخلها المجمد اذا الشوكولات يبرد و تقصح لنا الطبقة يعني لا تبقى لنا لينة نضرب طبقة لاموس بالنسبة لاموس فأنا لا نضرب معكم لاموس البيض و سوف نعمل معكم بكلامة العبار الناس دائما يسونوني على كلامة العبار فكتبع في المحلابات يكونوا كبار دائما نسوي على المحلابات اللي في الحياة ديالكم يكونوا كيبيعوا بحلقة الكرام ديال العبار انا كنت اخذ 20 درهم اترو نساترو بعشد درهم كيف كتشوفوا انا اخدمت معكم في هذه الحلقة تقريبا ب 11 درهم يعني درس نساترو في 1-50 جرام هكا حتى 100 جرام فيما بعد تعرفوا يعني التفاصيل موامات الكرام ديال العبار انا كنت اخذها انا من المحلابات والناس يعني اللي كنت في كازر نقول لكم البلاسة اللي كنت اخذها منها انا وكل واحد يشوف الحي دياله كندير هنا يا 450 ميلي لتر اللي لم تفرش للكرامة ديال العبار يعني انا غير درسها لان تكلفة ديالها قليلة ولكن اللي بغي در كرامة اللي يعني الجودة ديالها عالية بحل بخزيدون اهولا او اي نوع اخر فممكن يعني انتم ما تختاروا العلاقة المستوى المعيشي ديالكم انا كنحاول ما امكان نبسط الوصف بشكل في متناول جميع من بعد كننا اخذ مية جرام ديال الحليب كندير هنا في ايناء اللي غد نوضو على النار باش ندوب في الشوكولات باش نصيب العموز بالنسبة لهذا الشوكولات اللي خدمت فان اخدمت بقالة يعني اللي تاكل وفا دياله قليلة والناس اللي بغي دير الشوكولات اللي هي حقيقية يعني الجودة ديالها عالية فممكن بالنسبة لهنا الكمية اللي دير دير الشوكولات ديرت 30 غرام بالضبط ما يعدل وحد خمسة وعشرين شوكولاتة كنديرهم هنا في ايناء كنوضعها على النار وكنخليها حتى تجي فيها الغلية من بعد كنحيدها على النار وكنبدا كندوب فيها هذا الشوكولات كمقا كندوبه حتى يدوب ليا كامل من بعد ما كندوب الكيمية كلها كندوز باش نوجد هنا لنطلع الكريم الشانشيي من نسبة الكريم الشانشيي فانا غادي نوريكم كيفاش انا نطلعوها ويعني بلا طررها بكهربائي وبطريقة اللي هي يعني ناجحة ومضمونة انا هنا كندير ايناء اللي يكون فيه الماء المتلج من الاسفل دياله ويلا كالحال سخون غادي تديره في حتى قطع ديل تلج هنا يرى الحال بارد ما حاجيتش انني ندير قطع ديل تلج غير لهذاك الاناء كنت عمرته بالماء المتلج جيدا وكندير في هذاك الاناء اللي فيه الكريمة كنوضعها على في القعر دياله ونحاول انني ذاك الماء من يطلع لا يدخلش في الاناء اللي فيه الكريمة من بعد كنبدأ نطرب غير هكا بالطرب اليدوي حتى كنت بدأ لدي الخالي تدير لي بحر رغبة من الافضل يعني انا اطرب بجميع هذا الوضاع ولكن الوضع اللي كنحس بي انه وكي طلع لي الكريمة دغية هو هداك الوضع اللي كنديرها باليدين ديالي كنبدأ بحالة كنلف هداك كنطرب اليدوي باليدين ديالي بهذا الطريقة هادي هداك هو الوضع اللي حسيس بي انه يطلع لي الكريمة جيدا اما هكا مني كنطرب غير بالجنب مني كنحس بها كتاخد لي مجهود اكثر ومني كنشوف الخالي تغديب لي ديالي وحد الرغوة كنضاف عليه السكر لانك تعرفوا القشدة ديالي اللي عبر كتكون السوسة فكنضاف السكر على حسب التوقع فاندر تقريبا هنا واحد لسدل مع الكبار ديالي السكر بودرة وبدي سكن السامر في الخفق بهذا الطريقة هادي راكت لكم إلا كالحال سخون ديروا قطع ديال تلش لانا المدغية سيسخل لكم الحال بارد فحافظ لي على البرودة ديال هداك الماء كان مقاكا نترب حتى كنحصلها انتموشو هنا بدك تشكل لي هاديك طبقة ديال الكريمة يعني الكريمة بدك تتعقد لي منسبة لنا ما غديش نحتاجوا اننا نطلعوها بزاف لانا غدي نضاف على الشوكولات و سيجمعها مني كنحصل على الكريمة اللي علاية الشكل هادا تكون بدل قوام ديالا كيتكتف منكتفهش بزاف لانا غدي نديرو لها الشوكولات و غدي يزيد عقدها كنضاف على علبة ديالي اوخت اللي كانت عندي في المجمد ولكن مشي حتى تجمد يعني كنديرو فيها المعالقة كنتمشي فيها كنضافها علاها وكنمزجها جيدا حتى كنتم سجلي باش هاكا تغني لي هذا الطعم ونقشتها بشوكولة ديالالالغالا لذلك ضفت العلبة دياليالية لذلك ضفت الخليطة ديال الشوكولات ومن بعد ضفت أيضا ملعقة كبيرة حتى الملعقتين من الكاكاوي على حسب الضف انتم لم تتذوقوا و تشوفووش الكريمة ديالكو كو ما زال خاصة الكاكاوي انا درتها ملعقة كبيرة مملؤة ومن بعد كنضاف هذه الشوكولات اللي كانت عندي ماشي بسخونة أ Aunت إن تبدأت تبرد لها يعني بدت تادفى الماء البارد سوف تزيد مازال تطلع بعد ذلك البروذة تجعلها في كل ما حركتها كل ما تزيد مازال تكثاف من بعد نضيف الكهربائي لاني صافي حصلت على القاوم اللي بغيت ما بغيش مازال نزيد منطربها نخلط غررها بسباتيول نمزج المكونات و نحصل على كرام كيف تشوفوا به الشكل هذا و سوف نضيف الكهربائي لاني صافيه لاني صافيه دوني يجب أن تحلل الجوانب يكون مقاعدين و يجب أن تكون الحواف مقاعدة هنا يجب أن تقوم بحلواني و أبدأ في الواسط حتى نغطي الطبقة كاملة فقط طبقة لاموس و في الأسفل تكون طبقة لكيك نغطي كل الكريم في الواسط القالب بالنسبة للقطرة التي تستخدمت فهو 25 سنتين من هنا نوزع الكيمية كل هذه اللاموس نحاول أن نسطح لها كالوجهة لها لكي يكون ناعم قديتها نوعاً معلها تشكل هذا قدرت أحد الملعقة و قدرت بالظهر لها حاولت أنني لم أخدمت معكم بأدوات لكي تكون مشيفة المتناول لكي تكون أي سيدة ستتزعم وتصيبها لكي تكون جيدة جداً سوف ندخلها المجمد حتى تقبط فرصة المدة تقريباً لا تحترب على تسويه من بعد ما نخرجها ندوز لها واحد لان منديل اللي يكون فازق و فيه المسخون من جوانب ومن بعد ندوز لها سيكين و نصلتها تحتفظ و نقريبه سوف نحاول نحتوى حتى تحق الجوانب و تكون أفضل إبقاءت سمية الكريمة لتقريبكم من المجمد إذا كانت أماكن غير فارغة فى الجوانب سوف نقوم بتحقيد الجوانب كي يرغب الجوانب ندوز لكم مرات نضع 100 غرام كريمة مع 200 غرام الشوكولات ونضع كمية الشوكولات كمية الشوكولات نضع كمية الشوكولات نضع كريمة على النار ونضع كريمة نضع كريمة في الحرارة مطسابة كريمة ثم انضع كريمة نضع كماية processing نضع كريمة يجب أن نضع كريمة ونضع كريمة ثم نأخذ هذا الشوفان من الجوانب ثم نضيف شوكولات ثم نضيف شوكولات ثم نضيف شوكولات نضيف اسفها مزل میغان مستعد نضيف اسف ان أقر closest نجد ترتيبها لترتيبها نجد وشك النهائي لديها جيدة ويقوم بمشاركة ويقوم بشوكولات ويقوم بشوكولات ويقوم بشوكولات او الكريم بجودة عالية كانت من الوصفة لكم ويجبكم محتوى القناة او 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 اكبر عدد من الاعجابات تقسموها مع معرفكم مع اصدقائكم خليتلكم الراحة الى الملتقة مع وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته